اللي عد من 28 يناير 2011 تاني اللي عد من 28 يناير 2011 ربنا هيكرمه وبيكرمه وهيعدي من أصعب أزمق صديب تضرب العالم حاليا 2011 28 يناير نفتكر زي اليوم ده هو أسود يوم من الأيام السوداء في تاريخ مصر اليوم ده زي النهار ده كده من 12 سنة حضراتكم كان يوم جمعة تفتكروا كويس قوي كانت البلد بتتحرق ميليشيات تنظيم إرهابي إخواني دمروا البلد في اليوم ده افتكروا اليوم ده برجعكم بس 12 سنة عشان أقول لكم النهار ده زي دلوقتي بالضبط هجموا أقسام الشرطة على المستوى الجمهورية مدريات الأمنة على المستوى الجمهورية المحاكم النيابات مقارات المختلفة تدمير للدولة المصرية زي اليوم ده من 12 سنة فتكروا كويس قوي اقتحموا السجون خرجوا الإرهابيين بتحهم والمساجين بتحهم وبالتالي بلطاقية اللي كانوا الناس المحبوسين فيها السجون المصرية أكتر من 32 سجن كان منهم الجاسوس محمد مرسي عيسى العياط اللي كان في واضي النطرون ومعاه 33 واحد من قيادات مكتب الإرشاد في ذلك الوقت كان مرسي وباقي قيادات مكتب الإرشاد معظمهم هربانين دلوقتي برى مصر أو اللي مات منهم مات أو اللي في السجن منهم ينتظر الأحكام في السجن افتكروا اليوم ده برجعكوا عشان ما حدش هيكلمكوا كتير في المسألة ده لكن عايز رجعك بس اليوم ده عشان تعرف يوم 28 نهار 11 كنا فيه إنا طب النهار ده فين 28 نهار 11 حضرتك كنت تلتزم بيتك خايف بتشوف الحرايق بتتابع بتشوف قطع الطرق عربيتك ممكن تتثبت على الدائري أو تتثبت فيه أي شرع آخر ميليشيات بدأنا نحمل كلنا السلاح ونحمي بيوتنا لأن الشرطة في اليوم ده كان ده الهدف كسروا الشرطة نبقاش عندك جهاز شرطة ده كان الرسالة كسر الدولة دي كانت الرسالة من 12 سنة كان كده النهار ده إيه تفتكر كان عندنا صعوبات أكتر من 28 يناير 11 تفتكروا لا كانش عندك بلد من الآخر ما كانش فيه وطن ما كانش فيه دولة ما كانش فيه مؤسسات قوات المسلحة تحملت فوق طاقة القوات المسلحة إنها تحمي وتأمن وتحمي البلد من الانهيار الكامل كان دوره قوات المسلحة نزلت قوات المسلحة زي النهاردة من 12 سنة عشان تعمل إيه زي دلوقتي زي دلوقتي عشان تؤمن مصر تحمي مصر من السقوط تحمي البلد من الخراب اللي كنا رحله وحمت مصر وانقذت مصر كان ده دورها الأساسي والرئيسي حماية الوطن إن الوطن ده ما حصلش فيه الحرب الأهلية وقال لا تسقط مصر وربنا نجانا وحمانا الحمد لله افتكر بقولك ارجع الورا شوية طب النهاردة 23 وإحنا عندنا أزمة اقتصادية هائلة تضرب أرجاء الكون بالكامل تفتكر حضرتك لما ترجع الـ 12 سنة دول اليوم ده 28 يناير 11 والنهاردة 28 يناير 23 هل هناك أي مقارنة؟ في أي شيء هل في مقارنة؟ الإجابة لا لا مقارنة على الإطلاق نهاردة حضرتك في بيتك آمن الحمد لله بلدك مستقرة الحمد لله الحمد لله ما عندكش أي مشاكل ولا قلق الأمدية بفضل الله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وجيش وسرطة لازم نشوف ده كنا قبل كده مندور على أي حاجة عايزنا إنهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر